استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودا السفير البريطاني لدى مصر جاريت بيالي ضمن اللقاءات المتعددة مع السفراء وممثل الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية للتنسيق حول مؤتمر تغير المناخ كوب 27 وخلال اللقاء استعرض محافظ جنوب سيناء الإجراءات الحالية لتحويل مدينة شرمشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة من خلال مشروع التحول الأخضر نحو منشآت صحية صديقة للبيئة من جانبه قال السفير البريطاني أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم زيادة أعداد الرحلات القادمة من بريطانيا إلى مدينة شرمشيخ لتصل إلى ألفي سائح أسبوعيا حتى تصل إلى 17 ألف سائح في نهاية نوفمبر 2022